ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه إثبات الرؤية أي أن الله عز وجل يرى وما جاء بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا محمول على نه في الدنيا كما قال لمن لموسى عليه السلام لن تراني فكون لا يرى في الدنيا لم يقل الله عز وجل لموسى فإني لا أرى وإنما قال لن تراني وما يستدل به بهذه الآية أو ومن يستدل به بهذه الآية على أن الله لا يرى قد ضل ضلال مبينة لأن الله عز وجل لم يقل إيش فإني لا أرى وإنما قال لن تراني وهذا كان في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا وما ثبت من الأدلة بأن الله يرى متى في الآخرة فالنفي في الدنيا لا يدل على النفي الآخرة نظر هذا أن الكفار في الدنيا لك الله أنهم أيش لا يتمنون الموت فتمنوا الموت إن كنتم كنتم صادقين ولا يتمنه أبدا بما قدمت لديهم والله عليم الظالمين مع ذلك إذا دخل جهنم يتمنون الموت ولا لا ونادوا يا مالك ليقضي عين ربك كما أن الله عز وجل لا يكلم العبد في الدنيا ذلك موسى عليه السلام كلمة الرحمن لكن لا يعني هذا النفي الآخرة لا يكلم عباده بل أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة بحرف وصوت كما جاء في صعي البخاري فنفي الرؤية في الدنيا لا يدل على نفي الرؤية في الآخرة فإن الله قال في كتابه وجوهني وما إذن ناظرة إلى ربها ناظرة وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنة وزيادة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة هي النظرة إلى وجل الله الكريم ومعنى الزيادة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة راجعته فيها شيخنا مع الثامن رحمة الله عليه قلت عادة أن تكون الزيادة أقل من الأصل ولا يعني تشتري مثلا شيء ألف غرام يزيدك مئة غرام أي ما أهم الأصل ولا الزيادة الأصل فقال المعنى أن وأزيد من الجنة النظر كما قال جل وعلا ولدينا مزيد ولدينا مزيد يعني وأزيد من الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم ومحروم هذا الإنسان الذي لا يعتقد بأن الله يرى لماذا؟ لأن هذا مطلب عظيم الإنسان لو اشتاق الإنسان يحبه لا تمنى رؤيته ولا لا خاصة العزيز عليه من فقد والده أو والدته أو والديه يتمنى لو رأهم في المناء فما بالك عاد المسلم كم يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لا يتمنى أن يرى أن يرى الله عز وجل والإنسان إذا سمع بشيء جميل حرص على أن يراه والله عز وجل أجمل من كل شيء كيف عرفنا؟ لأن من أعطى أهل الجمال الجمال؟ من؟ الله عز وجل فهو أولى به فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال والنظر إلى الجمال نعمة هو نعيم هذا شيء عظيم فلذلك قال جل وعلا وجوهن يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة وقال جل وعلا في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لم يحجوبون فلما حجب نفسه عن الكفار دل على أنه لا يحجب نفسه عن عباده الممين ناهيك على الأحاديث المتواترة التي جاءت برواية كثيرة عن صحابة والصحيحين وغيرهما حتى في حديث قال إنكم ترون ربكم عيانا عيانا يعني بأعينكم وفي حديث كما ترون الشمس ليس دونه سحاب وفي حديث كما ترون البدر ليس دونه سحاب هل تضامون برؤيته يعني هل ينظم بعضكم بعض أو هل تضارون في رواية هل تزاحم حتى ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو الشمس ليس دونه سحاب نحتاج إلى أن ينظم بعضنا إلى بعض أو أن نتضرر نتدافع حتى نرى الشمس كلا فشبه ماذا بماذا الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء لا كالشمس ولا كالقمر لأن الله ليس كمثل شيء ولكن وضوح الرؤية يرون المؤمنون الله عز وجل رؤية واضحة فما أعطو من النعيم أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم ولذا من الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم نسأل الله من فضل العظيم إذن أن تعب الله كأنك تراه هذا دليل على أنه يرى على أنه يرى سبحانه وتعالى وذاك المسلم إذا بلغ هذه المرحلة يستحظر أنه واقف بين يدين الله عز وجل واقف بين يدين الله عز وجل وذاك إذا صلى وقرأ الفاتحة هذا الذي وفقه الله لهذا المراحل إذا قرأ الفاتحة فإنه يشعر بأنه يناجي ربه فإنه إذا قال الحمد لله رب العالم وقال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك ومدني قال الله مجد عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ونالضالين قال الله سألنا عبدي فقال الحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه فإنه يراك لغة ما من على الحسان الاتقان أحسن يعني أتقن بالشيء وشرعا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين المرتبتين المشاهدة والمراقبة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإن نهو فإن